فنداء للمرض اصبروا احتسبوا قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض العصيبة السقيلة ومرض السرطان ومرض الفشل الكلوي اللي بيغسلوا كل يوم يوم والذين يعالجون بالكيمان وخاصة الأطفال يارب يهول عليكم يارب يلطف بيكم يارب يخفف عنكم يارب يرفع عنكم يارب يجعل هذا في موازين حسناتكم اصبروا ومن مات بهذه الأمراض نحتسبه عند الله شهيدا فهي تقوز بمرض الطاعون والمطعون شهيد ومن مات مبطونا فهو شهيد شوفوا الكرابة وشوف بقى المبطون ده الفشل الكلوي تبع البطن الكبد تبع البطن الكلة تبع البطن الأمعاء تبع البطن القلب تبع البطن كل ما تحوي البطن من مات بداء في بطنه فهو شهيد ومن مات بخصريه يعني ده في جنبه وقيل ان ده الفشل الكلوي والعزو بالله يموت شهيدا ومن مات بشيء بالسرطان أو الحاجات برضو نحتسبه عند الله شهيدا ان شاء الله طالما هو صابرا محتسبا انا عارف ان الانم شديد والوجع قليم والخط بجسيم بس اصبر واحتسب وبدل ما تتوجع وتقول اه قول الله الله الحمد لله الحمد لله سبحان الله ويعيش لحظة انك ضيف الله ويعيش لحظة ان الله اصطفاك اصطفاء ان شاء الله ويعيش لحظة ان المرض ضيف عندك ويعيش لحظة لما نيجي نزورك الله عندك انت عارف يعني ايه اما علمت انك لو عدته لوجدتني عندك شغل جنبك شوية قرآن قاعد جنبك الصالحين شوية روايح جميلة حواليك كده انت مع الله المريض مع الله والله معه ونحن نسعى الى الله والله عنده ولله المسر الاعلى لا نجعل الله في جهة ولا في مكان ولا نحييزه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء جل جلاله يبقى النهاردة سيدنا ايوب بدعوته يبعث الامل في قلوب المرضى وطبعا نداء الى من يقومون على خدمة المرضى انا عارف ان الواجع والقلم والتعب بتاعكم ربما يكون اشد من المرضى اشد اللي قائم على خدمة مريض اخوه ابوه اخته ابنه رايح جاي به وعلاج ومصاريف ونفقه وتعب ومشقة كل ده في موازن حسناتك كل ده نحتسب عند الله انه جهات في سبيل الله جبر خاطر لهذا المريض فانا بنادي على كل المرضى الان الذين يسمعونني اقول زي ما دعت لكم ادعونا بقول لكم هنيئا لكم يا سعدكم يا حظكم فالله قد اصطفاكم الله قد اختاركم وقدوتكم في من مات بالحمة هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيارب اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اشفي يا ربي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بحق قولك واذا مريضت فهو يشفين اللهم رب الناس اذهب الباس لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم بتربة ارضنا وريقة بعضنا يشفى مريضنا باذن ربنا اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اشفي يا ربي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ونخص بالدعاء اصحاب الامراض المزمنة والأمراض السقيلة والأمراض العصيبة ومرضى الفشل الكلوي ومرضى السلطان والذين يعالجون بالكيمان وخاصة للأطفال اللهم ملطف بهم اللهم مرفع عنهم اللهم هون عليهم يا رب العالمين اللهم مخفف عنهم آلامهم وارزقهم الصبر وأعن كل من يقوم على خدمة المرضى واجعل ذلك في موازين حسناتهم وأشجع على النفقة والصدقة على المرضى الذين لا يجدون ثمن العلاج أشهد الله أني أحبكم في الله